وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال اللقاء أشاد معالي وزير الداخلية بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربطه مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة معربا عن تقديره للدور المشرف الذي تقوم به مصر في دعم مسيرة التعاون الأمني العربي وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين كما التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد سلام حمد وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حيث تم بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك مشيدا معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين كما اجتمع معالي وزير الداخلية ومعالي البهندس أحمد بن أحمد الميسري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية اليمن الشقيقة حيث أشاد معالي الوزير بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وقد تم بحث عدد من القضايا في إطار التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك هذا والتقى معاليه ومعالي السيد محمد داود عبد الله وزير الداخلية واللامركزية والإدارة الإقليمية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية بجمهورية جزر القمر الشقيقة وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك